أهلا وسهلا بالجميع بأسباع جديد وأخبار جديدة معكم عمر الجربي أخي الصائع علاقات العملاء بأف بي ماركتز مثل العادي بحب ذكركم أنه عداد المحتوى وتصوير وتحميل الفيديو بياخد وقت فمن الضروري أنكم تعملوا جولي على الأخبار قبل اتخاذكم أي قرار استثماري اللي عم بيصير بفلسطين أمر شنيع كنا تكلمنا عنه بالفيديوهات الماضية وصار مثل ما تكلمنا للأسف رفح رجعت تتعرض للضربات وطلبوا إخلاقه مرة أخرى من بعد ما كانوا طلبوا منه النزوح إليه سابقا وهذا الموضوع عم يترك الفلسطينيين من دون خيارات أو سبل للهروب على الأقل للحفاظ على الحياة الولايات المتحدة أعلنت عن توقف دعم الصهاينا ولكن اللي منعرفه عن علاقة إسرائيل بأمريكا إنها عندهم اتفائيات لإجراء صفقات تجارية بمعنى تاني أمريكا وقفت الدعم المجاني لإسرائيل وبالتالي لح تكمل ببيع الأسلحة للاحتلال المقاومة الفلسطينية وفقت على اقتراحات وقف إطلاق النار ولكن هيدا المرة الاحتلال هو من رفض طبعا الاحتلال طالب بإبقاء جيشه داخل غزة بالإضافة إلى الجيش المصري والقطري للحفاظ على الهدنة بالطبع هيدا حركة منشوفها بكل احتلال وانتداب عبر التاريخ المقاومة رفضت وجود أي عنصر إسرائيلي داخل الأراضي احتجاجات ومظاهرات داخل الأراضي الأمريكية دعما لفلسطين تم اتهام المظاهرات بأنه ممولي ومدعومي بحجة أنه عندهم بعض الخيام الموحدة أو الأقنعة قد يكون هيدا التظاهر ممول فعلا ولكن بشط الأحوال مثل ما معودين على المظاهرات بالأراضي العربية سواء ضد جهة سياسية أو حاكم معين فأنه هيدا الاتهامات هي أول ما يتم الحديث عنه من قبل المتظاهر ضدهم بهدف تشويه أو التلاعب بالمعنى الحقيقي لمثل هذه التظاهرات وتدفع المتظاهرين لموقف دفاع عن النفس بدلا من الهجوم الغير جسدي والدفاع عن المطالب بالطبع إسرائيل منعت الجزيرة أنه تنقل الأخبار حول أو داخل الأراضي الإسرائيلية تهديدات روسية بخطفوا قتل زيلانسكي هيدا الكلام مش أول مرة بنسمعه ولا آخر مرة طبعا بيحصل وطبيعي بظل الحروب أنه نشهد مثل هيدا التهديدات أما بالنسبة لأخبار الأسبوع الأخبار المهمة هي قليلة ولكن حاسمة بما يخص الاستثمار على الأصول اليوم في عنا خبر احتياطي النفط الفيدرالي مثل كل أربعة ولازم نشوف تحرك بسعر برميل النفط بالإضافة غدا في عنا معدل الفائدة لبنك إنجلترا والتحرك حيكون على عملة جي بي بي أو لجنيه الاسترليني معدلات الشكاوي من البطالة الأمريكية اللي بتأثر على عملة الدولار والأمريكي كمان معنا غدا وعن الجمعة في خبر الناتج المحلي الإجمالي اللي بأثر مرة تانية على الجنيه الاسترليني بالنسبة لأخبار شركة بوينغ تم اتهمها بعدم تفحص الطائرات بشكل جيد قبل بيعة تم فتح تحقيقات لرؤية هيدا الإهمال عن كثب وبحال ثبت هيدا الأمر فبالتأكيد ما رح يكون لصالح سهم الشركة على وجه الخصوص أو صالح الشركة ككل على وجه العموم وأخيرا وفاة شخص كان يطلق تحذيرات وأخبار عن اللي عم تقوم فيه شركة بوينغ وقالوا أنه سبب الوفاة هو المرض بس هيدا الحالة التانية اللي بتأدي لوفاة شخص كان عم بيتكلم أو عم بيحذر عن مثل هيدا الأفعال عمره 45 سنة يعني أكيد ما أنه شخص مسن أو على طريق أنه يكون مسن لحتى يتوفى بـ خلال مرض يعني بتسائب بترك الموضوع طبعا لقالكم لحتى تحكموا وهذا كان كل شي لليوم محتوى أصير صغير خفيف طبعا شامل لكل شي إذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لا يصلكم كل جديد إذا عنكم أخبار بتحبوا تشاركوني فيها أو آراء حتى نتناقش فيها اكتبوها بالتعليقات بتمنى لجميع استثمار مصمر وإلى اللقاء الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة